يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت من موقع وجريدة اليوم السابع نطلقكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ويمكن طبعا كل الأخبار معانا عن كأس العالم الأندية ومنديال الأندية وتحقيق النادي الأهلي لبرونزية على التعامل الثاني على التوالي وأول خبر معانا من موقع في الجول وتصريحات لديد رجبة طبعا النجم الإبواري الكبير تصريحات خاصة لموقع في الجول رجبة الأهلي استحق البرونزية ومسيماني أحد أفضل مدربي إفريقيا يمكن في الجول حصلت على تصريح خاص طبعا النجم الإبواري اللي قال فيها أنه الأهلي استحق الفوز بالمدلية البرونزية في كأس العالم الأندية وكمان ده كانت تصريحات عقب نهائي طبعا كأس العالم بين تشيلسي وبالميراس بعد طبعا فوز وتغلب تشيلسي على بالميراس بهدفين مقابل هدف قال ده رجبة أن الأهلي استحق المركز الثالث وأن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة ووصل تصريحاته وقال أنه كمان لديهم مدرب جيد وبيفوز ببطولة تلو الأخرى وأشاهد كمان بتأقلم مسيماني على الأجواء في مصر وقال أنه تأقلم مسيماني في مصر أمر ليس سهل أبدا وأثبت أنه واحد من أفضل المدربين في قارة إفريقيا أما تاني خبر معنا من موقع كورة وتصريحات لإنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا واللي قال فيها نبارك للإمارات على نجاح مونديال الأندية أعرب سويس ريجياني إنفنتينو رئيس فيفا عن ساعته بالنجاح المبهر اللي يتحقق في النسخة الثمنتاشر من كأس العالم للأندية في الإمارات وأضاف يمكن إنفنتينو في تصريحاته قال أعرف أبو ظبي جيدا وأحبها وهي بلد رائع والجميع سعيد بالملاعب الممتلئة بالجماهير وثالث خبر معنا من موقع اليوم السابع أتليتكو مادريد يقتل ختافي بنفوز مسير أربعة ثلاثة في الدوري الإسباني حقق فريق أتليتكو مادريد فوزا مسيرا وصعبا على نظيره ختافي بنتيجة أربعة ثلاثة خلال المباراة اللي أقيمت بينهم مساء أمس على يعني يمكن ضمن منافسات الجولة أربعة وعشرين من بطولة الدوري الإسباني وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أتليتكو مادريد للنقطة تسعة وتلاثين في المركز الرابع وطبعا بيحتل زي ما أقول لكم المركز الرابع في جدول الدوري فيما يحتل لختافي المركز الخمستاشر برصيد خمسة وعشر نقطة أما آخر خبر معنا فمن جريدة الرياضية السعودية وتصريحات ليورجين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه طبعا نجمينة المصري محمد صلاح ويمكن كلوب تكلم عن التعقدات الجديدة ليفربول وقال إنه تعقدات ليفربول لابد أن تحدث الفارق يمكن طبعا في متن التصريحات قال يورجين كلوب أن تعقدات ليفربول الجديدة لابد أن تحدث الفارق مؤكدا أن النادي لا يمكن تحمله إهدار المال والوقت كمان أضاف يورجن كلوب قال أنه مش ممكن أو لا يمكننا إنفاق 40 مليون جنيه استرليني أو 50 مليون جنيه استرليني على لاعب في النهاية لا يكون له تأثير في الفريق كمان خلينا نفكركم أن المهاجم الكلومبي لويس دياز هو آخر لاعب انضم إلى ليفربول بناء طبعا على تعقده مع طبعا نادي بورتو البرتغالي كمان نجح ديجو جوتا أيضا في إطلاق مسيرة ناجحة مع الفريق منذ انضمامه في سبتمبر 2020 دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودا إلى الستوديو